موسيقى وربما بالأمس شاهدنا على حدثين كبيرين في تاريخ الفضاء العالمي وهو أن ناسا استقبلت موجات راديو من الفضاء الخارجي من بلعين السنين الضوئية فالعام مبشر بالأحداث الكبيرة واستجمعنا بعض من الأحداث أنت اليوم منطلق من الأرض ليس بس من الأرض من الأساسات صحيح أساسات البناء لنرى سوين عاك الحال وبدأ رأيك بجمالية كل مبنى صوح النور مشاهدين تتماشى الهندسة مع تطور الإنسان يأتي عام ويمضي آخر ومتزال الهندسة تبهرنا بالإبداع المعمري ولا يقل عام 2019 تطورا عن سابقه لبل من المنتظر أن يتم الانتهاء من مباني خلابة واليوم في فقرة حول العالم سنصعد عددا من المشاريع العمرانية المبهرة التي ستفتتح هذا العام والبداية من مدينة نيويورك فبحسب موقع سي أنان الإلكتروني فأن مبنى هوتسون يارد في نيويورك يعتبر عملا فنيا معمريا هاما بطول 1296 قدما ستصبح هوتسون يارد ثلاثين ثاني أطول مبنى للمكاتب في مدينة نيويورك عند اكتماله في وقت لاحق من هذا العام ومن المقرر أيضا أن يضم أعلى سطح للمراقبة في الهواء الطلق في المدينة والذي سيقف أطول من مبنى إمباير ستيت نرحل إلى ناروج وإلى مبنى أندر المبنى الذي سيفتتح في ربيع العام الحالي يقبع بعمق 16 قدما تحت مياه بحر الشمال من المقرر أن يصبح أول مطعم في أوروبا وأكبر مطعم في العالم تحت الماء وستكون البنية التي يبلغ طولها 110 دام والتي صممتها شركة سنوهيتا النرويجية قادرة على استعاب حوالي 200 ضيف عبر ثلاثة طوابق وتوفر إطلالات بانورامية على المياه المحيطة بالمكان طوني تصور معي أنك تجلس في قلب وقعر البحر الشمال في الناروج تتناول غداء والدق السمكة على الشباك تحياتنا سمع نقول عمناكم السمك حتى في الهاتسون بلدينج أو الديستريكت ستكون مقاطعة عملية رؤية المياه تخفف من وزر المهنة والمال والتعب هناك في طلالات شاهقة وهون تحت الأرض بحر الشمال خصوصا معروف بأنه مناخه غير ثابت وأنا بزيارة لإلي لأمستردام يلي هي طبعا تقع على بحر الشمال لحظت إذا البحر بارد تنكون تحت وهيكي واعيين على هالبرودة حوالينا فيها شيء من الخطورة بدأ شربة تتخفف شربة تتخفف كل هالبرودة والزنجبيل الساخن ليش لا على فكرة بحر الشمال بالإضافة لكونه من أجمل بحور العالم فيه تاريخ فيه ثقافات عديدة مرت على أوروبا رسكندنافية إن كان الناروج والسويد وأيضا تاريخ خلندا بس غريب شو بارد يعني أنا رحت بالصيف وما قدرت نحط أصبع بالماء يجاور القطب الشمالي صحيح لنستكمل إلى الصين وجهتنا التالية فبحث بموقع سيانان كذلك فأن مطار داكسينغ الدولي في بكين بالصين سيفتتحه في أكتوبر من العام الحالي وسيقدم المطار الذي يبلغ مساحته 7.5 مليون قدم مربع خدمته إلى 72 مليون مسافر سنويا بحلول عام 2025 وتم تصميم طيات متموجة في صقف المقبل ملء الفضاء بالضوء الطبيعي نبقى في الصين وهذه المرة مع قطعة فنية معمالية خلابة وهو مسرح ووكسي تايهو للعروض السوحة المهندس شكل المسرح من غابات الخيرزان الموجودة المجاورة والتي تعتبر واحدة من أبرز معالم التاريخ الصيني وسيضم المسرح أرضاً مائياً دائماً للمخرج البلجيكي فرانكو تاكون من المتوقع أن يفتح المبنى مع نهاية العام الحالي هذه الصين ما تزال تذكرنا بأنها صاحبة ثالث أقدم تاريخ في الحضارة الإنسانية وكأنه راح تكون أقوى عالمياً صحيح قريباً جداً بس المسرح الأدى مهم بالصين وبتذكر من هالخبر وهالصور أنه على جدة هولوود بولوفارد فيه شينيز ثياتر صحيح يعني بنص الولايات المتحدة والوس أنجلوس وفيها تقام أهم المهرجانات وبتذكر كمين بتعرف لما كنا صغار كنا نلعب كتير مسرح الظل الصيني ما بعرف إذا لما نحط هيك مثل شرشف أبيض وبيصيروا الناس يتحركوا وراء الظلال على الإضاء والظلال هذا كمين مسرح جذور الصين إلى هذا الحد المسرح مهم في الصين هذه الثقافة تتوسع في كافة أرجاء العالم حتى لا نكاد نرى مدينة أوروبية أو في الولايات المتحدة الأمريكية إلا وتحويت شاينتاون صحيح مدينة صينية الصغيرة يعني الثقافة الصينية انتشرت حول العالم وهي تثبت مع ماريان لأن الهندسة جزء من الثقافة الإنسانية أنها قادرة على أن تتوسع أكثر فأكثر فأكثر ولا حصة الأسد من لايحة اليوم المسرح أبو الفنون صحيح لنستكمل واجاتنا التالية ستأخذنا إلى عالمنا العربي وتحديدا إلى قطر مع المتحف الوطني في قطر فبحسب موقع سيانان الإلكتروني كذلك هذا المتحف الجديد الذي ستبلغ مساحته 430 ألف قدم مربع في العاصمة القطرية سيضم أعمالا فنية وتحف نادرة وثمينة وعفقا للمهندس المعمري جانوفيل ترمز الأقراص المتداخلة للمتحف الجديد إلى أسرار تكتلات الصحراء وبلورتها ويعكس المبنى جمال زهرة الصحراء بالأشكال التي تشبه الشفرة المسطحة نعود إلى الصين وهذه المرة معصوه لزا في بكين وهو برج زجاجي من تصميم زا حديد يبلغ ارتفاعه 623 قدما وسيصبح المبنى عند اكتماله أحد أطول مباني العالم الزجاجية الأمر المثير للاهتمام والاستيعاب المحبة المعروفة للدراجات الهوائية في بكين يضم التصميم 2680 موقعا لوقوف الدراجات الهوائية مع أقفالها وتجهيزاتها الكاملة بدأود قليلا إلى المتحف الوطني في قطر ما هو دليل آخر على أن حتى باتت الهندسة في قطر تجاري الحركة الهندسية العالمية يعني اليوم نتحدث نحن عن لائحة بأكملها وضعاتها السيانان نتحدث عن بلدان شئنا ما بين تقود دفة العالم التطوري وهي قطر تدخل أيضا إلى مجال الهندسة هو متحفة كأنه حاليا جسر بين الماضي والحاضر صحيح بس كمان عرفت تختار المهندس جون نوفال يلي حصل على جيزة بريتسكور اللي هي طبعا أهم جيزة بالهندسة المعمرية صحيح وأيضا بالصين زه حديد زه حديد يلي هي تحيي لروحها طبعا هي مهندسة معمارية عراقية صحيح كمان كانت أول من حصل على جيزة بريتسكور يعني منفتخر فيها ولو راحت أكيد أكيد وأحد في وصف هندسة زه حديد يقول أحد الذين تعرفوا على هذه الهندسة الجميلة بأنها كانت هندسة تشعر بأنها مليئة بالحياة وإذا ما نظرنا إلى هذا البرج الزجاجي فعلا يتميز عن باقي الهندسة الموجودة في اللائحة فيه شيء من الحياة وكانت زه حديد مبدعة بطبيعة الحال نحن بنشكلك لأنه طلعت لنا من الحجارة حيات أنا بنشكلك توني على الفقر الجميلة وبدنا نطلع في الفقر المقبلة على بعض من المباني الخلابة في عالمنا العربي بطبيعة الحال برجع لك سلامة قلبك الله يفعل بتخيل